السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد زي ما انتو شايفين الكيكة اللهم بارك حلوة جدا وهشة ونونها كمان يجنن النهاردة هنعمل كيك الطوفي هتكون سهلة وبسيطة ومش هتاخد وقت معينا هتكون نكحة معاكي من اول مرة المقادير مضبوطة عالشعرة كده احنا هنعملها بصاص الطوفي انت ممكن بقى تبديعي كده وتغيري استوساط براحتك تشكلي كل مرة في الكيك هتطلعي كيك مختلف عملنا قبل كده صاص الطوفي او مربط الحليب او صاص الكراميل اللي هو الموفر الاقتصادي وهنكمل النهاردة به على الكيك ده عشان نشوف الطريقة كاملة كلها مع بعض وتعمليها تنفيذي وتطلع معيك ان شاء الله حلوة اذا عجبت الفيديو اتغطي لايك واشتراك بالقناة عشان نوصل لكل جديد بمجرد ما أنا بنزله وقبل ما نبتدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل ما نذكرت عنده ولم يصلي علي اللهم صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد نبدأ كلامنا ببسم الله في الاول هنقول مقادير الكيك وبعد كده هندخلها الفرن ونعمل بعد كده صاص الطوفي المقادير بتاعتنا هتكون كباية ونص من الدقيق طبعا منخول وعليه معلقة نشا ومعلقة بيكن بودر اللي هو الباكت بتاع الباكت بتاعة الباكت بتاعة بتاع البيكن بودر وعليه رشة ملح بعد كده عندي كباية لربع سكر نص كباية زيت كباية لربع لبن وثلاث بيضات وفانيليا بس هي دي المقادير اللي قدامنا مقادير بسيطة وسهلة وتقريبا كلها موجودة في البيت يعني مش هتحتاج ان انت تجيبي مكونات من برا الحلو بقى في المقادير دي او في الكيك دود انه في الخلاط ولا هتعب نفسي بقى ولا وسك ولا مضرب ولا اي حاجة خالص هحط في الكبأ او الخلاط المتاحة عندك هبتدي ان انا احط كباية لربع السكر نص كباية زيت وعليهم كباية لربع لبن واضيف عليهم ثلاث بيضات وفانيليا انا كده ضفت كله كل المواد السيلة ضفتها مرة واحد اخلص بقى منهم كده على طول اخلطهم حلوة قوي يعني حوالي كده دقتين تلاتة لغاية ما يعمل معاكي فليوم البيت كده او الخليط يبقى لونه فاتح يعمل فوم كده ويعلى معاكي الكيك مش بياخد وقت معايا فانا في الوقت دود هكون مشغالة الفرن على درجة حرارة عالية عشان الكيك يدخل على فرن مسبق التسخين المكونات بقى الجفة زي ما انا قلتها كباية ونص دقيق عليهم معلقة نشا عليهم رشة ملح والبيكن بودر او خميرة الحلويات على حسب انتي بتسميها ايه هاخد منها معلقة كبيرة اللي هي الباكت كولر وانخل المكونات دي لتاني مرة كل ما بتنخلي الحاجة كده اللي هي المكونات الجفة بيطلع الكيك هش جدا بعد كده هنزل بمكونات السيلة على الدقيق واخلطهم كده بالويسك في اتجاه واحد يعني ما روحش يمين وشمال لأ هو اتجاه واحد كده هتلاقي الخليط كله ديب معاكي اتأكدي بقى كويس ان ما فيش ديقلة في الجوانب ولا من تحت ولا من فوق من كل النواحي كده ما فيش اي تكتلات خالص في السنية بتاعتك هتدهنيها ايان كان بقى زبدة زيت سمنة اللي انت عايزاه وانزلي بالمكونات كلها الخليط كله هنخرج الفقعات بتاعت الهوى بأي عود خشبي بقى كم حركة كده بنفس الطريقة او تخبطي بالسنية بتاعتك وخلاص على كده الفرن طبعا مسبق التسخيل على درجة 180 على الرف الوسطاني هتقعد من 35 دقيقة ل45 دقيقة وتختبريها بقى قبل ما تخرج بعود خشبي كده لو نضيفة لو خرجت تمام نضيفة يبقى تخرج سيبيها بقى الكيك يبرد كده خالص بصوا اللي ها شاشة بتاعتها بصت زي هي اسفنجية اللون بتاعها خطير انا بعشق بقى اللون الدهب الفاتح ده بيبقى حلو جدا عايز اقولك رحيتها خفيفة كده يعني حلوة لما تبرد الكيك خالص هسقيها باللبن كوباية اللبن دي هتخلي الكيك لو انتوا شايفين الكطر بتاعها قد ايه دلوقتي استنوا لما تتشرب اللبن الكطر هيعلي هتنفش بعد كده تحلو بقى نشوف نعمل صاص الطوفي انا قلت عمل لكم الفيديو كامل كده مكمل بكل حاجة مع اني عاملة صاص الطوفي الفيديو منفصل لو حابين تشوفوه بطريقة يعني ايه مفصلة اكتر من كده المأدير هتكون معايا كوباية سكر كوباية لبن معلقتين نشا بس هي دي المأدير على النار كده في طاصة مثلا او في حلة هنحط كوباية السكر على نار هادية نكرمله مش هحط فيه اي معلقة خالص نهائي اول ما تلاقي الاطراف بتاعتك كده ساحب هبتدي ان انا يعني كرملت شوية كده هبتدي ان انا ايه خلاص بقى هحط المعلقة وابتدي يقلب عشان بقيت السكر يدوب معايا مش هياخد معايا وقت خالص بصوا بدأ يدوب هو التقلبتين ثلاثة هتلاقي الكمية كلها كوباية السكر دي كلها اتقرب انا مش عايزة اللون يبقى اغمق من كده عشان ما يمررش معايا لأنا عايزة دهبي الغامل بعد كده هضيف خلاص كده السكر دي خلاص كله هضيف كوباية مياه سخنة بس مش هضيفها مرة واحدة عشان البكبكة والترتشة اللي هتشوفوها دلوقتي فخلي بالكم لان هي اللاسعة منها مش حلوة فحط شوية 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 هتلاقي بصوا الكرامل كلبش استني عليه كده هو التقلبتين ثلاثة او سيب النار عالية هتلاقي خلاص بصوا داي بمفخوش اي تكتلات خالص في الوقت دوت بيكون معايا كوباية اللبن هدوب عليها معلقتين كبار من النشا هندوبهم حلو جدا النار اعلى من الهادية واضيفهم على الكرامل او على السكر واخلطهم بقى حلوة هبتدي بقى ان انا نعلل النار دلوقتي كده بحيث ان كله يندمج مع بعضه يتخلطوا حلو جدا ومع التقليب المستمر هتلاقيه ان هو القوام تقل حبة بحبة وبدأت البكبكة تبايل اول ما تلاقي بقى الفقاقية دي البكبكة تبايل هبتدي ان انا اضيف مكعب زبدة مش عايزة تضيفي الزبدة ممكن تضيفي معلقتين من القشطة اللي اتنين بيجدوا نفس الطعم ونفس النتيجة النهائية بصوا القوام لما عملته بالوسك بصوا عملها زي مفيش اي تكتلات ناعم كده تحسن مربة لبن مربة لبن اقتصادية مربة الحليب اقتصادية او او مثلا صاص طوفي صاص كرم الاقتصادي حاجة بسيطة جدا بس هي قريبة من مربة الحليب صاص طوفي ناعم سبيه بقى يبرط خالص هزود عليه بقى شوية فول سوداني حبة كده الكمية اللي انت شايفها دي هزودها لصاص الطوفي ودي خطوة اختيارية بس ارمشت الفول السوداني مع طعم الطوفي بيدي كده طعم حلو جدا هنغطي بيه بقى سطح الكيك كله بس الاول هقلبه طبعا زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده معي الكيك خلاص تشرب كوبية اللبن بصوا النفاشين او الهشاشة الزايدة الكيك ده تحفى بصراحة يعني هو مش مستاهل اي سوسات عليه هبتدي بقى ان انا اوزع الالصاص على سطح الكيك كله بالمعلقة بقى مش مستاهلة بقى سباتيولا ولا اي حاجة خالص هي بالمعلقة ساوي السطح بتاعك وزعي الكمية كلها بصوا بقى كمية السوداني السوداني عاملة زي مع الطوفي لأ بصراحة الريحة والطعم يجننه يجننه واللون كمان يجنن كيك الطوفي كيك روعة وطعمه حلو جدا جربوه بجد مش هتندمو بصوا الشكل طحفة ممكن تعملي كمية من السوس ده كمان وتشليه لاي تازين بقى لاي حاجة تزيني بيها ايس كريم دونت سينابن اي حاجة انت عايزها بتزيني بيها هتحطيه هيبقى طعمه يجنن بصوا الكيك القوام والشكل والريحة عايز اقولكم ان لما اكلته بالفل السوداني بجد مع مع الصاص لأ كله كده داخل فبعضه لأ حاجة يعني خطيرة بصوا الخارطة عاملة ازاي دي طبعا بعد ما هدت مش كله ورا بعضه آآ عالية مش مستغيرة لا بالعكس وكمان اضافة اللبن آآ يعني خلتها نفشة اكتر السوس لما جامت دهو آآ مسك نفسه حلو كلها على بعضيها كده لا تحفى بصراحة انا وريتلك الكيك الاساسي وانتي بقى يعني العبي في السوس اللي عليها غياري آآ فنيني كده او ابداعي يعني مرة توفي انا عملت قبل كده بالنسكة فيه وكان طعمه جميل بس كانت المقادير مختلفة شوي وكانت الكيك كمان كانت شوكولاتة آآ فانتي غياري ممكن تبقى هي هي نفس الكيك بدل عجبتك الهشاشة بتاعتها والقوام والحاجات دي كلها وغياري السوسات اللي عليها وكل مرة هتلاقي طعم مختلف بصوا شكلها عاملة زي القطعة او الخرطة مالية مركزها كبيرة حلوة وحجمها القطر بتاعها عالية الهشاشة عايز اقول لكم لاخر قطعة هشة زي ما هي اسفنجية كيك تحفة بجد اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ويا رب يكون سهل كده وبسيط لو عجبكم لايك واشتراك في القناة عشان هو ده اللي بيدعمني اشوفكم في وسطة جديدة ان شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى ان انتم تجربوا كل وصفاتي